سلام عليكم يا شباب ان شاء الله نرضى في الفيديو دي هنشرح الـ Edge Detection يعني ازاي ان اقدر احدى الحواف او المحيط الخارجي بتاع الشكل اللي عندي فديه مهم جدا وتطبيق يعني يعتبر باستخدام في كل المجالة بتاعته وكمبيوتر فيجن فالدرس ده مهم جدا فخليكم معايه طبعا وعندنا اكتر من طرر ان احنا نقدر نعمل بقى Edge Detection او ان احنا نقدر نحدد بقى الحواف بتاعت الشكل في مثلا لابلاسيان وفيه سوبل وفيه كاني كل دولة يعني اي اخ ورزميات ممكن نستخدمها ان شاء الله فاناشرح دلوقت تمام فاول حاجة طبعا لو انت عايز تعمل Edge Detection لازم اول حاجة تخلي الصور اللي عندك Gray Scale لازم تخليها بقى One Channel واحدة بس فانا اول حاجة هنحملها ان اخليها Gray Scale طبعا اول حاجة لابلاسيان طبعا انت لما بتجي تندي على المسل بتقول له CV2.cv2.cv2cv ايه ده بقى؟ احنا طبعا عارفين لما بنيجي نعرض الصور او الصورة لما بنيجي نعملها باستخدام بايك ونبنيجي لها بالمين بالData type onion signed integer A اللي هو ده؟ تمام؟ بس المفروض بس الفكرة في ايه؟ الفكرة ده كله متعلق بالخوارزمية بتاعت لابلاسيان لابلاسيان لما بيجي يطبقه بيطبق حاجة اسمها derivative وبيعد يعمل لحاجات كتير كده يعني انا عارف الكورس كلها مقدمة فانا مش اقدر اخلش في تفاصيل دلوقت عشون ما تمليش مني وعشان ايه؟ ديات حاجات كتير يعني فانا بممكن نتكلم عنها في كورس تاني ان شاء الله بس الفكرة ان هو بيعمل شوات حسابات كده والحسابات ده ممكن تبقى اكبر 255 وممكن كمان تطلع بالسالب وكمان ممكن تطلع ارقام كبيرة جدا فالفكرة ان هو 255 من فتبقى مش هتستحمل او UNSIENT INTEGR مش هتستحمل ارقام ده فلو احنا هجينا استخدمنا UNSIENT INTEGR وسيبناها زي ما هي كده احنا هنضيع ارقام هنضيع قيم ما احنا محتاجين وممكن نضيع حواف احنا كنا محتاجين تمام؟ فعشان كده استخدمنا 64V float يعني معناها 64V float تمام؟ وبعد كده بعدكده بعد من استخدمها بقى هنحولها تمام? يعني كل اللي اي بحيس لو فيه كلام سالبة او فيه اي حاجة نرجعها تاني نقيمها مجابة. تمام? وبعد كده نرجع ان نخلي الصورة بقى ايه? عشان قدر نعرضها والكلام ده كل. وبعد كده هنرد الصورة اللي عندنا. تمام? فالبليسيان يعني ايه مهمة بردك ويعني النوازرية مهمة جدا. فتعال كده نشوف الصورة. اده الصورة الاصلية بعد ما عملنا لها جريسكيل. واده الصورة بعد ما استخدمناها بقى بعد ما عملنا لها بلايشان. تمام? انت ممكن لما تجيب تبص على الصورة ممكن تلاقيها من اقوشة ومش مبينة اي حافة او مبينة اي حاجة. هو طبعا دي بيختلف من صورة للصورة. فلو احنا جدا مسلا بصنا على صورة تانية. يعني مسلا تعال انا نبص على الصورة دي اكده. شوف يعني هو هتلاقي هنا ان هو جاب الحاف بالزبط. يعني متخيل شوف بقى هو في الحاجات اللي هنا باينة بس الحافة الشكل او الشكل خارجي بتاع الشكل بالزبط موجود. تمام? فدي الفكرة فيه ودي الميزة في لابليشان يعني تمام? طيب. فتعال بقى ايه كده لابليشان شرحناه. تعال بقى نشرح مين سوبل. هو لابليشان كان بيستخدم كرنل واحدة او حاجة واحدة مثلا. سوبل بقى بيستخدم ايه? سوبل بقى بيحسب على في محور اكس وبالنسبة لمحور اكس وبالنسبة لمحور واي يعني بيحسب في النسبة لمحور اكس كل الحواف العمودية. وبالنسبة لمحور واي بيعرض كل الحواف الافقية. تمام? بيبقى بالنسبة لأيكس وكل الحواف الرقصية او العمودية وبالنسبة لواي كل الحواف الافقية. تمام? انت بتناديل ازاي? طبعا انا اختصرت ده كله في سطر واحد. فهو نفس الكلام بالزبط. هتقوله سوبل وتدول الامج وبعد كده تدله من سي في تو و سي في اربعة و ستين فلو تمام? طبعا الاختلاف بس عن البليشان بتدله مين بتدله اخر اتنين دولار تعبار اخر اتنين برامتر بتدله واحد يا صفر. ماشي? الواحد اول برامتر دي معنا انت تحسب من تحسب او القيم بالنسبة لمحور اكس. تمام? وصفر معناه ان انا مش عايز احسابه بالنسبة لمحور واي. طب انا عايز احسابه بالنسبة لمحور اكس بصفر. تمام? وتخلي القيم بالنسبة لمحور واي بواحد. وبس وهاخلى ابسوليوت وبعد كده انتجر ده كل في سطر واحد بقى يعني تلس سطر دولار انا اختصرتون في السطر دي بس. تمام? طيب وبعد كده بقى ايه? يعني كده معي حوف افكية حوف رأسية. طبع انا ازاي بقى اقدر اجمعهم في الصورة واحدة? فاحنا هنستخدم مين? تمام? بحيس لو انا لو كان البكسل بقى افكة ورأسي هعرضه. لو ما كانش حق الا ديت او ديت مش هعرض حاجة. تمام? فهو نفس الكلام بقى تقوله بتوائز اور وتدلو مين? تدلو سوبل اكس وسوبل واي. وبعد كده بقى هنقدر بقى انا هوريك بقى ايه شكل الحواف بعد ما تعرض اكس وواي. وشكلها بعد ما عاملها تجميع. تمام? فدي الشكل. تمام? دي شكل بالنسبة لمحور اكس. احنا قلنا بالنسبة لمحور اكس بيجيب الحواف العمودية او الرأسية. فعشان كده شوف هنا رقم واحد. وشوف هنا رقم واحد. شوف الرقم واحد اللي هنا مش موجودة هوا مش موجودة هين. هتلاقي متاكل خلص مش بقى. تمام? في حرفين هنا همت. حرفين عموديين حرفين اللي هنا همت. بقى زهرين هنا مش مش زهرين هنا. وهكذا. فهتلاقي هنا جزء اللي هنا بيعرض الحواف العمودي. انما جزء اللي هنا بيعرض الحواف الافوكية. تمام? كل الحواف الافوكية موجودة هنا. وبعد كده لما تجي تعمله تجميع بقى هتلاقي الصورة بقى اللي فدي بالنسبة لسبلد طبعا مشهور جدا وبيستخدمه كتير جدا فاخر حاجة بقى اشهر واحد فيهم اللي هو كاني كاني ايج ديتكتور تبي يستخدم ايه اول حاجة ان هو الفكرة فيه ان هو اول حاجة لو انت عايز تعمل لكاني بردك نفس الكلام هتعمل الصورة بس حاجة كمان انت تعملها بليرنج فلما انت بتعملها بليرنج فالفكرة فيه عشان تشيل النوز اللي في الصورة والحاجات من ديتك يبقى يقدر ان هو ايه يقدر يحدد الاج بتاع الصورة بتراقة اوضحة او الاج بتاع الشكل بتراقة اوضحة تمام؟ فاحنا اول حاجة هنستخدم مين هنقوله سيفي تو دوت كاوسيان بليرنج وطبعا احنا شرحنا كاوسيان بليرنج قبل كده فلو انت مش فاهم الحاجات ديت هارد ترجع لفيديوهات اللي قبل كده تمام؟ وبعدك هنقول له مين سيفي تو دوت كاني هتدلو مين هتدلو الامج بعد ما عملت لها بليرنج طبعا الامج اللي انا بعمل لها بليرنج اللي هي جري سكل اساسا تمام؟ الجري سكل ديت اساسا معي في اي خورزمية باستخدم لبريسيان سوبل كان اي حاجة لازم جري سكل تمام؟ وبعدك بتدلو مين بقى؟ بتدلو اخر اتنين برامتر دولت لهم حاجة معينة الفكرة في كان الالجوريزم بتعمل ايه او خورزمية كانة الفكرة فيها ان هي بتيجي بتاخد اول حاجة وبعدك هتعمل لها بليرنج وبعدك بتستخدم السوبل الالجوريزم السوبل اللي هي الخورزمية ديت تمام؟ بس بتحسب السوبل الالجوريزم بالنسبة لمحور ايس وبالنسبة لمحور واي وبتقدر تحدد الاتج بتاعت الشكل اللي عندين تمام؟ بس الفكرة بقى ان هي كمان بعد ما بتخلصنا كلهم ما بتقفش لحد هنا لا بالكامير حاجة كمان حاجة اسمها تأكيد بحيث ايه بحص ان هي مثلا بحيث لو كانت قيمة الجريدينت اللي عند او قيمة الى عند اللى طلعت من استخدام السوبل الالجوريزم او القيمة الى عند طلعت اكبر مثلا من قيمة محددة هاخدها كage طب لو طلعت اقل من قيمة محددة مش هاخدها ايج لو طلعت ما بتان كوان تلك كمان 200$ هاخدوا من الحلب Tür فيAH痰ف الفكرة يعني ايه اوضحك اكبر المية وستين هاخد البيكسل دي كأنه age طب لو طلعت اقل من 30 مش اخدها كage طب افرط طلعت ما بين 30 و 160 لا لو من 30 و 160 هشوف الانتنستي او الشيد ده بتاعت البيكسلز اللي جنبه لقيتهم قريبين من بعض وخلاص هاخدها كage مش قريبين من بعض يبقى مش date مش age تمام بس فالفكرة كن فالأوكام ديات بردك مهمة وبتأثر كتير في حسابات اللي هو من حسابات الage والحواف والكلام ده كله تمام طيب وبعد كده بقى هارض الصورة عادة خالص فهنا ادى شكل الصورة تمام طبعا الحواف بين يعني بطلقة واضحة اكتر بكتير يعني مثلا هنا واضح خالص وهنا وهكذا يعني تمام طبعا ايه هو بتفرق كتير جدا يعني لو احنا بصنا هشوء شايف الشكل ده الحواف بتاعته ظهر وانا مش عايزه يظهر انا عايز بس ايه الحواف بتاعت العملات بس هي اللي تظهر تمام فطبعا كل ده ممكن انت تتعدله باستخدام مين جاوسيا بلير او البليرنج اللي انت بتستخدم فتعلقمت البليرنج فهو ايه مش هيبانة الحاجات اللي انت عايز بانها بس فتعلى بس ايه فانا عملت هنا عملت نفس البرنامج بس مين بستراك بربا عشان نشوف ايه اللي هيحصل لو انا عاليت كمت البليرنج وما عادش اجربان كتير تمام فتعلى كنا نجرب او دي شكل دي شكل بتاع لما انا عملت له مين حداشر تمام او شوف لما انا خليها مسلا خمسة لما خليها خمسة شوف بقى انا خلص كأنها شبه الخورزميات التانية بس لا لما بعالي بقى كمت البليرنج كل دي البليرنج بتاع كرنل بتاع البليرنج تمام بس فالفكرة كده يعني شوف لما انا وصلت سبعتاشر يعني جابي الحقاف بالزبط تمام او خمستاشر وهكذا يعني كل ما بقى ما بزوج كل ما بيختفى اكتر يعني هو اخرج سبعتاشر كده في الحدود دي ايه تسعتاشر تبدأ تكون من الاشكال والكلام ده كل تمام اقل من كده تبدأ تباين يعني حاجات انا مش عايزة اتباع فطبعا الاجت تكشن يعني ايه استخدامته كتير جدا ومهم جدا جدا يعني الابعد ندا وهنستخدامه كتير ان شاء الله في الكمبيوتر فيجن في الكورسات الجاي ان شاء الله وفي الحاجة اللي انت تستخدمه ان شاء الله ان شاء الله هتكمل في الكمبيوتر فيجن فهتستخدمه كتير جدا ان شاء الله الفيديو الجاي مهم جدا هنبدأ بقى ازاي نعرف نعدي الاشكال ديت ونقدر حتى نستخرجه من الصورة ونخليك أنه صرحة الوحدة وكلام ده كله فديه خليكم متحمسين إن شاء الله للفيديو الجاي بس فوضي نهاية الفيديو يارب يكون عجبك ويريت الوصف مشارككش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس ولعجبك الفيديو ياريت تعمل لك وشيرا مصحبك واشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله يالله سلام عليكم اشتركوا في القناة